تصدف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطولة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034 حيث تم وضع خطة من أجل بناء استادات جديدة من أجل صدافة تلك البطولات أفاق سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية تتجسد في البطولات القرية وكأس العالم في المملكة تفاصيل أكثر في السياق هذا تقرير أعلنت المملكة العربية السعودية عن تفاصيل مشروع بناء ملعب ضخم لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 حيث سيقام أحد الملاعب على ارتفاع 350 مترا فوق سطح الأرض في مدينة مستقبلية مخططة وتم تصميم ملعب يتسع لـ 46 ألف مقعد في مشروع يوم العملاق على طول سحل البحر الأحمر اللي يكون من بين المعالم الأكثر شهرة في العالم وفقا لأول خطة شاملة لكأس العالم نشرها مسؤولو كرة القدم السعوديين ومن المقرر أن يرتبط ملعب يوم بشبكة من المركبات التي تشبه ترام والتي تعمل في ممرات النقل الأفقية فوق سطح الأرض وفقا للخطة السعودية ويتضمن مشروع كأس العالم خطة تم الإعلان عنها مسبقا لملعب فوق جورف يبلغ ارتفاعه 200 متر بالقرب من العاصمة الرياض مع جدار كامل من شاشات LED التي تفتح على مناظر للمدينة ومن المرجح أن يكلف حجم البناء مئات المليارات من الدولارات في السعودية على مدى العقد المقبل وهو يردد صدى خطة التحديث الوطنية التي تعاهدت بها قطر لكأس العالم 2022 والتي أقيمت في نوفمبر وديسمبر لتجنب حرارة الصحراء الحارقة في المنطقة في يونيو ويوليو إن استضافة الأحداث الرياضية والترفيهية أمر أساسي لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد والمجتمع السعودي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الذي يضع نصب عينيه تطوير التجربة السياحية والثقافية والرياضية في تراث تاريخي وحضاري عظيم